السلام عليكم اخواتي الغليات ان شاء الله تكونوا باخروا على خير ومنقتكم حتى خير ويا ربي يلقاكم هاد الفيديو كما العادة وانتو ما كنتم تعب كامل الصحة والعافية مرحبا بكم في فيديو جديد بعد هاد لغيبة هاد هذا البناترا فيديو جديد ماشي معود هذا يلا غتشوفوها اول مرة فيها المربايات زوين بزاف فيها انواع ديال المربا ديال القرعال المشهور والديد اللي ما نقدروش نستغنو عليه والقرعال الحمراء كي ندبا ورخيصها والوقت ديال الفريز نستغلوه احتيا مهما كان دير تمان اخواتي هو كيبقى حسن من داك الفريز اللي كان اخدوه اولا داك الكونفيتير اللي كان اخدوه الوليداتنا من الحانوت وفيه مواد حافظة هذا ما فيه لماد حافظة الاولو وايضا الكونفيتير ديال التفاح اللي لا يعلى عليه في الماداق ديالو كيجي روعة ثلاثة الاقتراحة ديال المربا طبيعيين بلا مواد حافظة شي حاجة اللي يزوينا بزاف مصوبة عليك دينا مقام عيحة الاخير لانهو فيديو زوين بزاف ممكن تحتافظوا به تبقى يبقى عندكم هكا هات الطريقة هدي نفعة دائما طريقة ناجحة وما يخسرش لكم وخي يبقى عندكم حتى 6 شهور او لا 7 شهور تلاجم ما كيبقى عليه التحاجة كيبقى هو هو وكيما قد لكم في الاول بيدو المواد حافظة شوفوا اخواتي المربا ديال القرعا كيجي معلك وكيجي زوين زوين بزاف غدي نعطيكم الطريقة ديالو اللي كيسهلة بسيطة وغدي نقول لكم اضافات حتى ملكة تبغوا تزيدوا حاجة هذا ديال التفاح ديال التفاح خلاص كيجي شي حاجة اللي ممتازة حتى هو ووليداتكم بتأكد انه غدي يعجبهم هاد ال هاد الكونفيتير بتلاتة بيهم لانهم كيجي ولدات هاتوا ما شوفوا الكيمياء اللي صوبت وورا ما شاء الله كتكلف واحد الوقت لي هو يعني واجز بزاف ديال الفريز خلاص كيجي معلك ونبدأوا بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام غدي نبدأ بلكم فيتير ديال الفريز غدي ناخد هنا جوش كيلو ديال الفريز غدي نغسلوها مزيان طريقة لغسيرة كنشركتها معكم من قبل كيت تغسلم زيان جوش مراته بالخل وكنحاولو ما نحيدو وغادي نحاول نفتحو كما القاعدة ونقطعو طريفات اللي هما صغورين بالنسبة لطرقة ديال التقطع كتبقى ختيارية لو بغيتو تخليوه يبات في السكر بلا ما تقطعوها طريفة صغر قسموه غير على النص او لا حطوه قاع كلوها كعلى شكل صحيح ولكن من الاحسن دائما الفريزة نحلوها في الوسط وديرو ليه السكر وخليوه يبات انا هنا بغيت نخدم معاكم الفيديو في نفس الوقت هاتشي باش قطعتو عندي جوش كيلو غدي نحلوها في الوسط نرد الميزة نفس السفر باش ما تحسبش ديك هاد الغطار وهاد الشي كامل وغادي نزيد ندير فيه تقريبا واحد كل كيلو بربعمية قرام درتهنا 800 هاتك 40 قرام غير دايزة ديرو 800 قرام لجوج كيلو يعني كل كيلو بربعمية قرام را ممكن نزيدو حتى لسبعمية قرام ولكن را كيجي معلك وقاسح بالحلاوة كيجي المدق ديالو سكر من السمبل فريز انا كندير ليها 400 قرام كتجي هي هادي كيجي كيجي كونفيتير لي هو حلو وفيه المدق ديالفريز صافي هنا غدي نخليه إلا كنتو خدمين غير الفريز هكا مثلا بوحدو حطو غير قدامكم كل خمسة دقيقة ولا عشرة حرركم من الفوق اللي تحت باش يدوب لنا هادك باش يدوب لنا هادك سكر وشوفوا را بلا ما بلا والو هو ما شاء الله داب بعد واحد المدة هنا غير كنجمع المقاطع اما هو را خليتو فوق فوق الفوتاجيو قبلتو بالتحرك هنا غدي ناخد اه شوفوا اللي اخليتو هي بات را ما غتبقى لكم جديك ساني هادي اللي هادي اللي كنجرب المعلقة وكرا ما شموش كرام اللي كيطب كل شي كيتعلق وكل شي كيدوب وغدي نحتاج واحد الليمونة حمضة تكون الحجم ديالها كا كبير حي تعندي جوج كيلو ولا كديرو جوج حمضة صغر ضروري من الحمضة باش ما يتأكسد شوي ولي لنا هادا لكم فيتير ديال الفريز يولي لنا اكحل كيولي لون ديالو بحلف خمبواز كيولي بحل موف ديرو لي هالحمض ما ت نساواش وغادي ان شاء الله عليه عافية اللي تكون ديما اه متوسطة ماشي ماشي قاع ناقص وماشي عاو تاني مجهدة باشي تلافلين ضغياء وكان قابلوه في الطياب وكان حيدوها درغوها دي هي اللي كتخسر لنا لكم فيتير الى بقى مدة طويلة بقاو نحيدوها كل مما طلعت بحكا باحل غرفها كان بقاو نحيدوها ضروري بقاو نحيدوها هيار كتكون واحدة بحلها موس كتكون بحل ديك بحل كريمة كتكون تقيلة يعني سهلة تحيدوها وكان خليه هي طيب ما بين عشرين دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة على حسب البوتا ما تطيبوهش تاني حتى يقولي كله بحل دك حتى كيقولي قاسح ولا دير بحال يعني كيقولي قاسح صافي بحل دك الجيلاتين لا نطيبوه بهات شكل هذا صافي لو بغتوس خليه فيها الطريفات بحل هات شكل راملي برد كيقولي عاقدو كيقولي كونفيتير انا هنا يا كيعجبني كونفيتير يكون ديال الدهن د الخفز يكون 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 طحوناك بحل الشكل القرعة الكونفيتير اللي كان اخده اما الابغتو تخليه كي ما قد لكم ارا كي يبقى بهذا الشكل كي يجي معلك وفي طريفات ديال الفريز صافي غادي نطحنوه واحد طحنة خفيفة واحدة شوية وصافي غا ندوز شوية ونحيدو انتم مشتو ومن الاحسن الابغتو الطحنو طحنو باقي سخون ولا ديرو ذاك البرام يكسر هكا في التنجرة ديالو فاش طيب اراك الطحنو حتى هي هو سخون باقي قعك يغلي صافي وفي نفس ديك الوقت اللي باقي سخوني لو بغيتو تحتفظو عليها مدة اللي هي طويلة كتاخدوا قرعات اللي هم مغسولين مع قمين كيما القاعدة وكان خويوه سخون هكا وكان سدو عليه مباشرة في ديك الوقت هادي الطريقة ديال الاحتفاظ هو بالنسبة اللي درتو هاد الطريقة وسديتو عليه هو باقي سخون وخيكون ذاك القرعات اللي كونفيتير اللي الاغلقة ديالو محديد غير زيرو سدوها وحطوها راكتها اخدك النفس الداخل كما قد لكم را ممكن تحتفظو بي حتى في البلاكار مش يقع غير في اللاجاة في البلاكار ولكن شرط كل القرعات مع قماء ويكون لكم في تير سخون صافي اوما القرعات لكم في تير شوف ما شاء الله كيمياء القرعات راوم كبار راكي اخد واحد الكيمياء اللي هي كبيرة بزاف هنا يا غادي ناخد واحد كيلو ديال القرعات الحمراء وغنقشرها وغنحيد لادوك الداخل ديالها وحتى القشرة بالنسبة لهذا ديال القرعات في بزاف ديال الاقتراحات غادي نشارك معكم هاد الاقتراح وحنا كنصوبوها وكنخدموها وغادي نقول لكم اش ممكن تزيدو عليها لانا فعلا كنت تواتم عبزاف ديال اللي حويج هاد القرعات الحمراء هادي رزوين البناء تبقى وتاخدوه انا رابعة المرات كنجيب هاديك الكورة كل هاد ديال القرعات ديك اللي كتشوفو عندي مولا باش كات تكون لعشية ديال الخميس باش غدا الجمعة كتكون واحد لكورة كبيرة وكيبقى يقطعوه منها مليكا مشينا نتقدى الخضراء لقيتها هاكا اه كان عارف ان القيص ديالها زع ما غدي يجي قد نار كان اخد هاكا القفية بزاف تكون زع ما وزن الكيلو وات وكنستعملها كنديرها في العاصر كنديرها في الكونفيتير بحال هاكا كنديرها في الصوبة كنديرها مهم زوينا القرعات الحمراء زوينا بزاف هاي غادي ناخد من بعد ما غسلتو هاد الطريفات هادو وانش شفتو هم غادي ناخد الحكاكا اولا تديرو الهاشوار بحال بحال ولقع ممكن تقطعوها بالموسة كطريفات ليهوما صغار اللي مهم كان عاونوه باش يدوب لينا داك السكور هاينا البنات كنتصوب لكم في سير ديال الفريز رليل هادا وغادي نصوب ديال القرعه باش حتى احنا تلغت دا عاد غادي نكمل هاداك ديال تفاه بعد ما حكيتها كلها بهات الشكل هادا كيلو ديال القرعه كما قلت لكم اهنا كان عندي غير السكور ما بقاش عندي بزاف ودرس كاس ديال العنبه كبير هادي ما غاديش نخدموها بالميزان كيلو ديال القرعه كاس الى عندكم ساندة وجدة نرسلت ليه هنه هتا الصباح هادا غادي نعود نكملها في هادا اللحظة هادي ديروجوج كيسان كبار ديال العنبه صافي وخليوها اذا انا خليتها بات باش القرعه شوية كتبغي واحد الوقت باش يلا تطلق لنا ذاك اسميتو ديالها تال الصباح هادا غادي نزيلها واحد لكاس اخر ان شاء الله بحول الله وغادي نغطيها كما العادا يعني وقت ما درتو غادي شي شغل هاكا ولا غادي دخلتو الكوزينة حركو نبقى نحرك هاكا مزيان باش داك السكور الليل فوق يطلع الانزل تحت والعكس والليل فتحت يطلع للفوق هاكا تبغي تحرك شوفوا في الصباح را تلقات حتى هي العصر وخص سكور ما كانش كافي هنا اخذت واحدة ليمونة ديالنا ليمونة كبيرة كبرتقالة ونحك لها القشور كيف ما يمكن تحيدوها تحيدو القشور بلموس داك القشور رقيقة غير ما تاخدوش داك البيض ديالها داك البيض هو اللي غايدر لنا المرورة وغادي نعصرها كم من الاحسن نعصرها في داك العصارة ديالها وغادي نزيد كاس ديال سكور سانيدة ومن الاحسن هاتجوج كيسان ديال العنبة ديال سكور في كل كيلو ديال القرعة ديروهم من الول طفي باش تزيد تطلق لنا داك الماء وداك العصار ديالها سكور رديما كي يخرج داك العصار اللي كيكون سواء سواء في الفواكه ولا في الخوضر وغادي نشعل ليها العافية دائما تكون مهيلة او لم توسطى وكن خليوها كطيب هاتشكل هادا غير بقى واحدة انتو ما كتحركوا باش تزيد تطلق داك الماء ديالها اشتوها ناشفة ناشفة ما فيه هاش قاعدة كلماء نهائيا زيد واحد الكاس ديال العنبة ديال الماء ولكن رغا ياخد لكم الوقت في الطيب باش عاود ينشف هانتو ما هادا رغا لما ديالها ديال القرعة وسكور وحتى هي كنحيدولي هادوك الراوي فهاد اللحظة هادي لا كان عزيز عليكم الماء ديال الفاني كديروه او لا كديروه البنات الى عندكم الخوخ تقريبا كيلو ديال القرعة كنزيد عليها نصف كيلو ديال الخوخ ولكن اللون ديالها كيتبديل شوية ما كتبقاش فهاد اللون هادا اللي كيكون زاهي وبرتقالي مهم هدي فكرة عطيتها لكم حتى الخوخ كيتواتا مع القرعة مع الكم فتير ديال القرعة كيجي لديد بزاف غيره هو في اللون كيتبديل شوية على هاد اللون صافين بعد ما دوزات خمسة وعشرين دقيقة في الطياب انتو ما كتبقى عينكم ميزانكم كتاخدو دك ديال القرعة اللي حكيتو كتدقوها واش طيبة ولا ما زال كتقزقج كتدير دك السود ديال زا ما ما زال شوية ما طيباش هنا ياخذت قريبا خمسة وعشرين دقيقة ديال الطيب مع التحرك المستمر وعطتني هاد الكم فتير هادا اللي ما فيه لان قطة ديال اللي مالح تحاجه هادا كله تبارك الله ديال القرعة هادا هاد السائل كله ديال القرعة مع الخليط ديال السكور نفس القرعة غدي ناخدهم هاتا هما غدي نعقمهم بحل ديال الفريز وكنديرو بقي سخون وكنسد عليه هادي احسن طريقة لو بغيتو تحافظو على الكم فتير ديالكم يكون المربس سخون وعمروه في قرعة ونسدو هادا كشي باش حسن ديرو قرعة ديال الزاج ما تديروش بلاستيك نهائيا حيط البلاستيك مع هذه السخونية كي يعطي واحد الريحة ما زويناش واحتالي سدينا عليه ما يعني ما كي يعطيش واحد نتجة لي هي مزيانة ديال الزاج كي يكون زوينها دوك القرعة ديالكم فتير او لا هادو غي هو من الاحسن القرعة تكونو اجداد ومحكم لاغلاقي يعني تكون كتتسد مزيان بشكل حاجة ديال ما تخسرش دبا غدي نخدمو لكم فتير رقم ثلاثة اللي هو ديال التفاح اللي كي يجي لدي لزافت منت ان شاء الله تصاوبوا هادو المربات لوليداتكم ما بقاوش ناخدو لهم ديال الحانوت هذا بعدها مصاوبينو علي الدين وعارفين المكوينة ديالو ماشي بحال هاداك اللي في الحانوت ما كتعرفوش كونفيتير ولا شي خلطة ولا هنا ياخذت غدي ناخد الميزان ندرسه في صفر وغدي ناخد كيلو ديال السكر حيث عندي جوج كيلو ديال التفاح وغدي نزيد عليه واحد الكاس ديال العنبة ديال الماء وغدي نعصر عليه تقريبا عوتاني العصير ديال واحد الحمضة كيف ما يمكن تدروا جوج ديال الحمضة حاولوا تعصروا وتصفيوا هادوك العظام ما يدوزوش نهائيا هادوك العظام هم اللي كي يخسروا لنا المدق ديال كونفيتير اي كونفيتير دقتوهم صاوب في الدار فيه المدق ديال المرورة هكا كتلافي واحد المدق لما هوش زوين را غير من هاد العظام هادو ديال الحمضة اول ديال الليمون براسو هنا ينسيت ما حكيت شوية ديال القشرة كان علي نحكها في الاول لكن ما عليش غدي نحك شوية هكا باش تعطينا داك داك نكهة ديال الحمضة انا هنا عندي نكهة ديال الحمضة اللي كانت تعمل في الصابلي وفي الحلويات ولكن بغيت نخدمه طبيعي تكون غير هاد السكار المايم هو اللي اللي ضروري اخوات اللي كي يقولوا دائما وش كين كونفيتير بلا سكار على حسب الناس اللي فيهم السكار لا يشافي الجميع بالنسبة لكونفيتير هادوك التعليك وهادوك باش يبقى هكا كونفيتير اللي هو بهاد الشكل هذا ضروري من السكار خديت في ذاك الخليط ديال ساني دا جوج معالق كبار ديال الحمض وخليت جوج معالق ثلما باش تشوفوا كيفاش غدي نديرو ان شاء الله هنا هاد السكار غدي مقاكا نخدمو هكا وهو كي يغلي كي يطيب كي يغلي كي يطيب حتى كي يولي معالق كي يولي شكل سيرو هو طريقة ديال التفاح ندرتها معاكم هاد المرام غايرة على على الشكل اللي بعدها كين في القناة هنا سبقنا سيرو ديال السكار بهاد الشكل هدا عاد غادي ننقي وهو نقشره ما تنقي وشون توما باقي ما صاوبتوش تمنى تكون الفكرة وصلت لانه وكيت اكس الضغية كي يخسر ليه هداك اللون ديالو كي يولي قهوي باش يكون عندكم فيتير ليه وصافي في شكل ديالو كي ما شتو في الول فيديو ضروري من هاد طريقة هادي بالنسبة لهاد الاناء هدا فيه الماء وفيه الحمض هادك الحمض ليشتو وصافي يكون قطعو بهات شكل هادا بالنسبة لتقطعو كي يبقى لكم الاختيار غري لا خليتوه قطعت ليه مكبر كي يدي بزاف ديال الوقت صافي غادي نقطعو جوشكلو ديال التفاح وردو البال اللي تكون فيه شي حاجة غير في الداخل قشروه من حيدو ليه القشرة ديالو وبنسبة لتقطع ركي يبقى لكم اختيار حطوه كي ما هكا صحيح او لا المهم اللي بغيتو اللي بال ليكم ضربوه في الهاشوار غير هو الهاشوار ركا تردو لي نكحل يلا بغيتو الطحنو في الهاشوار ضروري تعصروا فوق منه ليمونة حمضة ايان بعد ما قطعتو ضروري كنحركو باش داك اللي الفوق ما يتاكسدش يكون دايز في داك المال اللي فيه الحمض وكنجيل هاد السيرو ديالي هادا صفي هناك نطفيت عليه شوية باش نكمل تقطاع ديال داك تفاه وكنصفيه كيف ما يمكن يلا كان داك المقليل ممكن تديروه فا زيدوه ولكن ركي يدي واحد الوقت كبير في الطياب باش يالله يتشرب داك المقاع كله بالنسبة لهاد المهدا انا غادي نصوب بها واحد الكيكة ما غاديش يضيع ورا داير بحال داك السيرو دياله ديال تفاه في الماداق ديال تفاه وصفيك نخليه كي يطيب نفس الطريقة حتى هو كياخد تقريبا نص ساعة ديال الطيب باش كي يجينا معلك بالنسبة للتفاهرة ما شاء الله لكم في تير دا تفاه وكنت فيت لي اشاركت معاكم ديال السفرجل مهم حتى لا بغيتو عاو تاني مرة اخرى من لي ادخل السفرجل نعاود معاكم اي فاكيها بغيتو هنصوبوا بيها الموربا ان شاء الله رغادي نصوبها معاكم اه كيكون هو كيكون معلك اشتري هدوك هدوك العظام اه سبحان الله هدوك العظام دياله كيكونو الداخل واخر حيدناهم ولكن ذاك بحال ذاك الجيلات كي يولين شاد داك لكم فيتر كي يجي شاد عاقد سبحان الله العظيم كين ذاك المادة كينحت فتفاه برصة وخائح حيدنا ذوك العظام كنستمر تحيات ديال هادا الرغوة هدي خمسة وعشرين دقيقة ديال الطيب عليها عافية اللي هي كي ما قلت لكم عادية ماشي مجهدها بزاف وماشي نقصة اللي نقصتو عليها بزاف ركي بقى ديالفاكي هكا تبقى كترقاق والما كي يكون كتير ما كيتشربش واحد الوقت ليه وأنتم وما شوفو لكم في تير ديالنا ما شاء الله كيفجة والأهم مركزو على اللون راهي لمدرتوش لحمض ركي يقول لك حال كتر من هكا لأن التفاح معروفة عليها في نفس الوقت هذي نطحنوه هو صخور إلا كنتو بغيتو تخليوه بلا ما تطحنوه يعني هاتطحنو الأول تفاح في الهاشوار نديرو معها واحد عصير حامضة وطحنوه صافيو كطيبو المربى ديالكم كتخليوهاكا كيفية طريفات بينين أنا بغيتو يجيني كي ما شدوه في الأول المهمة لبناس كنشرح لكم جميع يعني أي وحدة بغت تدير نطحون أو لا تخليها كطريفات ركن حاول نشرح زعمة ما أمكن وخلكم فيتر ما شاء الله راه سهل ولكن أغلبية كيفسد لهم مع الوقت إما كيكون فيه النسبة ديال ما إما كيكون ما كيعرفوش يحتفظوا عليه في قريعات كيكون فيه بزاف ديال مشاكل خصوصا إلى صوبة كيميالي هي كتيرة صافي طحنوه واحد شوية واحد دورهاكا ولا جوج ممكن تطحنوه النص وتخلطوه مع نص لاخر ما نطحونش كيبقى لكم الاختيار قريعات دائما معقمين مغسولين نقيين هذور ما كان ديروهم شفلا فيسيل لأن فيهم ذاك هذاك السلك إلا درتوهم فلا فيسيل لابنت ركي تصدى وحتاج جلدها ديالك تحيدوها باش تغسلوه وتردوها بزاف ديال لمرات ركات كتهرة أو لازع ما إلا خليتوها في هذيك ديال المواعن ركات تخسر حيث عندي قريعات كبار وخسروا لي هما ججلي ذاتها دو بحكم كنت كان حطهم فلا فيسيل تصدى لهم ذاك الحديد مهم خسروا صافيا ندرتو شوفوا ديك ديك الدبابة اللي كطلع على الفم ديال القرعة هذي كرها ذاك ذاك البخار ذاك السخونية والقرعات بحتهم برأسهم مغسولين زيان ومعقمين وذاك شي باش كنتشوفوا داك بين لكم ديك ديك الدورة هكا صافيا نمسحو دائما إلا كان شي حاجة شيطة هكا في الفم ديال القرعة باش هكا ما تديرش ذاك تعفون من اللي نسدوها كل شي كان نمسحوه النقي وهكا بلا ما بلا والغيب واحد الكاغت ديال المطبخ وها هو الكونفيتير ديالنا كيجي على هات الشكل هادا وهكا كنكونو صوبنا واحد الكيمية كبيرة ديال الكونفيتير نستعملوها في هذا رمضان هذا إن شاء الله والدهين الخبز ديال الوليدات شي حاجة نصوبة على اليد ركزوا لي على ولداتكم أي حاجة بغيتشهاوها وبغيتوها من بره على الأقل نصوبوها في الدار كتكون الحاجة معقمة وكتكون الحاجة نقية كل شي صوبين وبيدينا والطرقة ها هي نجحة مئة في المئة وبلا شي مواد لي ما معروفاش نهائيا كيبقى اقتراحات ليها في المتنوال بسيطان دياله بأي نوع ديال الفواكه نحترمو غير هاد القاعدة هادي ما نديروش لما في الكونفيتير باش يبقى لنا مدة طويلة إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هادا تكونوا استفدتوا منو وتاخدوا أفكار على الأنواع ديال المربى اللي كنصوبوه في الدار ولعجبكم أكيد ما تنسوش تبرتاجوا مع الأحباب والعائلة تشجيع لتشجيعك القناة ديالي وصلنا لنهاية الفيديو نهاركم بروك خليتلكم الرحوة إلى اللقاء